الاهلي داخل ماتش بكرة الساعة ثلاثة ان شاء الله نعم وعنده ايه من مواطن القوة طبعا اول حاجة عايزين نقولها على ماتش بكرة ان هو بيتلعب في معاد النادي الاهلي في اخر سنتين بيكرهوا هو ملعب بالتوقيت الساعة ثلاثة العاصر النادي الاهلي في اخر سنتين لعب ما يقرب من عشر مباريات في التوقيت ده خسر من العشرة تمانية وكسب واحد قدام فرق الاس هون ديب في بداية الدوار التأهلية في البطولة الحالية وتعادل مباراة واحدة اللي هي كانت قدام سانداونز واحد واحد في بطولة السنة الماضية وبالتالي واضح ان كمجمل اداء خلال السنتين الاخيرتين رغم يا دكتور اختلاف الاجهزة الفنية رغم اختلاف القيمة اللاعبين لكن تبقى في ازمة عقدة الساعة ثلاثة العاصر بسبب ايه؟ بسبب الساعة البيولوجية بتاعة اللاعبة بمعنى ايه؟ ان اللاعبة متعودة في مصر انها بتلعب الساعة خمسة وبيلعبوا الساعة سبعة ونص وحتى مباراة الافرقية بنلعب تسعة زي ما نتزماج بكرة اختار تسعة قدام الترجي وبالتالي لما تيجي تقول له بقى تعالى لعب الساعة تلاتة في جو حار وكمان الرطوبة بكرة النهاردة قد ببص على بكرة الرطوبة في كنشاسة كان ستين في المية فده رقم كبير جدا جدا بنسبة لطبيعة جسمنا فرق التوقيت قدير او فرق التوقيت بفوق لا هانساء هاصنأب بيروجية بنيكلمش فرق التوقيت لا ما ايه الساعة بيولوجية لها هو استغراض كتير بمعنى ايه لو كمنا نجحنا في مochini او نجحنا ShotLag او سلos NE wifi قدنلاف عالا لليداتاتية بنيها هو فرق التوقيت الاستغراض بيروجيه هنا هو تعود جسم الإنسان في ممارسة الجهد بمعنى ان متحبrut الناس اللي بيتحب يروحوا في جم بتبلك المصر land متحبقي تلاعب format لو جاء الترينر بتاعك قالك لو سمحت بكرة تعالي الساعة 12 الظهر مستحيل الجهد البدني اللي انت كنت بتطلعه في التدريبات المسائية تطلع زيه في التدريبات السواحية مرة واحدة لا لازم تاخد فترة انك تتعود وتتأقلم على التغيير اللي انت عملته لنفسك عشان الجسم يحصل له الوقت اللي انت بتتمرن فيه طيب دي من ضمن الحاجات اللي يعني ايه العوامل الفنية اللي قد تكون في غير صالح النادي الاهلي اه فوجة نظر اه يعني توقيت المباراة بالضبط وبالتالي هنا الجهاز الفني اللي ينادي الاهلي فعلا من بداية من يوم السبت يوم السفر بدأ يمرن اللعيب من الصبح يعني تمرين يوم السبت كان اول مرة في فترة وحقبة بيتسو موسماني ان لعيبة النادي الاهلي ينزلوا ملعب التتش الساعة 9 الصبح يعني بدأ التمرين بمحاضرة نظرية كده وبدأ يكلمهم على البورد لمدة نص ساعة وبدأ التدريب الفعلي بالكرة الساعة 9 ونص الصبح ودي كان اول مرة فرقة النادي الاهلي تتضرر في المعادة ده مع بيتسو موسماني منذ توليه مسؤولية مندريفان